رحب دمع علي ميسون علي بدو يعرف عن الجوزاء الجوزاء ونحن نحكي عن الجزء الأول من شهر أربعة الفترة الأولى للجوزاء تزداد اللقاءات وتزداد النقاشات والعلاقات وتطرح أفكارك وتلقى الاستماع لهذه الأفكار وممكن بهذه الطريقة تتجاوز بعض العقبات وتتسلق سلمات النجاح إذن الفترة الأولى ممتازة جداً رح تلاقي حلول لشيء من الماضي يعني ممكن يظهر شيء سلبي من الماضي ولكن رح تحلو بشكل جذري وتنطلق لتحقيق هدف وبدعم من أحد الأطراف العاطفة شهر جيد للتعامل مع المشاكل وحلها خاصة للعلاقات الهشية أو العلاقات التي هي تحت الضوء نعم لدينا كمان ميسون كريستينا حابة تعرف عن موليد برج الجدي وبالأخص هل هناك فرص عمل؟ الجدي يعني هاي الفترة في ضغوطات وفي معطيات جديد من نوعها على برج الجدي وممكن تكون غير واضحة لأنه غير واضحة عشان هيك أنه هو ما عم بقدر يتخذ قرار أو يتجاوز هاي الأمور نفس الوقت الفترة الأولى في متابع على شؤون أحد أفراد الأسرة وهذا عم يأخذ منك الكثير من الوقت والجهد ولكن ممكن بالفترة الثانية يكون فيه انفراجات على مستوى العمل والمهنة على المستوى الخاص والعام بالنسبة للعاطفة الفترة الثانية هي الأفضل لذلك الفترة الأولى العلاقات اللي هي تحت الضوء في خطر يعني ممكن تنكشف فالأفضل إن كنت تعلنوا عنها أو تنهوها أو تتخذوا فيها قرار إيجابي يخدم مصلحتكم العاطفية في عنا حماد أو حمد لأنه كاتب اسمه بالإنجليزي فما بعرف المهم حابب يعرف عن الميزان الميزان هلأ الميزان هاي الفترة هي ضاغطة ولكن مش سلبية يعني بدو ينتبه للشريك العملي والشريك العاطفي تزداد المسئوليات وتزداد الواجبات الملقات على عاطقك هي فترة ممتازة جدا أنك تحط النقاط على الحروف وأنك تحط الحدود سواء كان للشريك العملي أو للشريك العاطفي هاي الفترة هي جيدة جدا لاتخاذ القرارات وأيضا للرجوع إلى الوراء ولكن مش دائما أنك تنزل سلمات يعني أنه هي حالة سلبية بالعكس لما تنزل السلم أو ترجع لورا ممكن تخدم هاي المسألة مصلحتك لأنك راح تشوف الأمور بشكل أوضح وتتخذ قرارات أوضح العاطف الجزء الأول هو الأفضل مثل ما حكينا هلأ للحسم واتخاذ القرار ورسم الحدود في عنا طلب كتير كبير على موليد برج العقرب العقرب الفترة الأولى مواجهة وانتصار يعني أيضا نعتبرها زي المد والجزر هي راح تكون صعبة ولكن أنت قادر على أنك تتجاوزها مع الكثير من الصبر والمطلوب منك الدبلوماسية والذكاء والاستفادة من تجارب الماضي أيضا عليك إنهاء أعمالك بدون أخطاء بدون تذمر أيضا المطلوب من برج العقرب لحتى يتجاوز كل هاي الأمور اللي عم بيواجهها أنه يحافظ على أسراره وحتى لو كان أنه بحاجة للفضفضة المفروض أنه يختار الإنسان المناسب اللي هو مجربه سابقا مش من مصلحتك أنك تفضفض للكل أو قدام الناس هم ممكن يكونوا مستغلين لهذا الوضع لحتى يآذوك الوضع العاطفي ما تكون كثير صريح بمواجهة الشريك بسلبيات معينة موجودة في بهاي الفترة ممكن تندم على بعض الكلام اللي رح تحكيه فانتبه لكلامك من بداية الشهر لحتى تتجاوز الشهر بأمور قد تكون سلبية والضر مصلحتك العاطفية فتجاوزها عشان تظل حياتك إيجابية نعم عنا كمان علي ميسون عم بسأل عن الوضع المادي لموليد برج القوس خلال شهر أربعة القوس الفترة الأولى تعيش السعادة تشعر بالأمان فترة فيها سهولة لحتى تبدأ بكل ما هو جديد وأيضا تعمل على وضع شروط جديدة أو قوانين جديدة أو إذا كان في عقود هاي الفترة مناسبة جدا أنك تضيف أو تحذف بعض البنود ومش بالضرورة نحكيها هاي للعقود ممكن تكون بحياتك في أمور بدك تضيف لها أو تشطب منها بعض الأشياء هاي الفترة ممتازة جدا أنك تصحح بعض الأمور الموجودة بحياتك الخاصة والعامة عاطفيا الفترة الأولى هي الأفضل وأيضا يعني خلينا نقول على المستوى العملي على المستوى المالي القوس ممكن أنه تتحقق لك بعض الأهداف إذا عرفت كيف تتعامل مع المعطيات الجديدة اللي عم تظهر بهذا الشهر شو كمان يا ميسون أنت نقيلنا برج عن أي برج؟ نحكي عن الحوت؟ يلا حوت طبعا الفترة الأولى فترة ممتازة جدا ولكن النجاح هيعتمد عليك أنت مطلوب منك أنه ما تفصح عن أسرارك أبدا أو عن أسرار الغير هاي الفترة كتير مهم أنك تحافظ على أقوالك لأنه ممكن عن طيبة نية وسلامة نية تحكي بعض الأمور اللي هي المفروض ما تحكيها ولكن أحيانا الإنسان لما بيكون مع شخص بيعطيه له الثقة بهذيك اللحظة وهذا الشيء غلط يعني بيكون فيه شغلة يمكن ما رح أقدر أعبر عنها بشكل كويس مرات تعدي مع شخص بهذيك اللحظة بيحكي لك شغلة بيشعرك بالأطمئنان ولكن هذا الإشي مش قديم هذا الإشي هلأ لحظي لحظي فهذا لما بتتخذي القرار فورا أنه آه بدي أثق فيه وأعطيه له السر هون يصير الخطأ تمام فبدو ينتبه برج الحوت لهاي المسألة كثير بشكل كثير عالي المستوى هاي النقطة مهمة لأنه هي اللي رح تحدد ساعاته بهذا الشهر من واحد لعشرة أدية تمام ميسون رحنا بهك بيكون وقتنا خلص لليوم خلص كتير خلص كتير بس مش مش مشكلة إن شاء الله بكرة بتكوني معنا ومتابع حديثنا عن الأبراج الباقية أنتم مستمعين ومجهدين ضلوا بألف خير ديروا بالكم على حالكم وإن شاء الله يا رب صباح جديد بيجمعنا فيكم بكرة ساعة عشر الصباح دائما عبر هوا راديو روتانا وشاشة عمان تيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر